استقبل سيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة السوداني خلال فعاليات الدورة الثانية عشر للمؤتمر الحضر العالمي المنعقد في القاهرة المتحدث الرسمي باسم رئيسة الجمهورية قال أن اللقاء عكس قوة ورسوخ روابط التاريخية بين البلدين الشقيقين على المستويين الرسمي والشعبي الرئيس أكد كمان على استمرار الدعم المصري للسودان الشقيق على كافة الأصعادة للخروج من الأزمة الحالية وشدد على الموقف المصري الثابت في السعي لوقف إطلاق النار وحقد دماء الأشقاء في السودان